من الحمد لله نحمده ونرسعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضث لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عن نبينا محمد وسلم تسليم كثيراً إلى المدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما يجهلنا حقيقة يسعدنا الليلة أن أتري بكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله وخاصة أول مرة أتشرف زيارتكم في هذه الديوانية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجرنا وإياكم على ما نسمع ونقول أن يعني وإياكم مع ذكره وشكره وحصن عبادته وتطبيق ما أمر الله سبحانه وتعالى به أيها الإخوة مطالبون دائماً كمسلمين وغير المسلمين بالبعد عن المعاصي والذنوب والذنوب مهلكة نسأل الله العفو والعافية آثارها عظيمة جلي في الدنيا والآخرة منها محق البركة ومنها ذهاب حيغة يعني ذهاب رزق الإنسان ومنها قضب الله سبحانه وتعالى ومنها ومنها كثير آثار حتى عدل الغيم في كتابه الفوعد آثار ذنوب المعاصي أكثر من سبعين آثار من هذه الآثار المهلكة نسأل الله العفو والعافية هناك يا إخوة بعض الذنوب كما تعلمون تتفاوت في الظنوب وفي الآثام وفي الدرجات كما في الطاعات فمثلاً معصية الكذب ليست كمعصية مثلاً القتل معصية الربا ليست كمعصية الزنا وتفاوت من الذنوب حقيقة الكبيرة جداً والتي فيها غضب من الله سبحانه وتعالى وإثم هي الذنوب الخلوات والمقصود يا إخوة الذنوب الخلوات هي التي يختلي فيها الإنسان المعاصي من ذنوباً التي يفعله المسلم بعيداً عن الناس وفي خلواته في سره التي بعيدة عن الناس وكما تعلمون أحياناً إنسان قد يستحي من الناس أو يتظاهر بالإيمان يتظاهر بالطاعة ولكنه إذا اختله بمحارم الله انتكها هذا يندمه أعظم وإثمه أكبر وأشد في هذا الأمر تعالوا يا إخوة معي نغرأ حديث النفس السلام في هذا الأمر بل الله سبحانه وتعالى قال قبلها في صوت النساء يستخفون من الناس يستخفون من نساء ولا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا فلذكر الله سبحانه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الناس يعني الله يعني أشد ما يستحى منه وأعظم ما يستحى منه إذا كان الإنسان يستحى من الناس فالله حق أن يستحى منه بل أن الإنسان لا يرأي والمراءات كما تعلمه هي من الشركة الخفي في هذا الأمر يفتعد عن هذا الأمر وخاصة إذا علمنا الجرم الذي يقع بالإنسان ففي حديث ثوبان رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جباة هامة جباة هامة يا إخوة كما تعلمون هي الفاصلة بين اليمن وبين الجزيرة العربية وهي من المنطقة الشرقية يعني في هذا يعني بين الحجاز وبين اليمن وتأسل سلة تمتد إلى جبال كثيرة أكثر من 6 كيلوات وارتفاعها يصل إلى 3-3 متر في الأمر هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعلم أناس من أمتي يأتون بجبال من الحسنات أمثال جبال تهامة فيجعه الله هباء منثورا يحبطها وتذهب هذه هذه الحسناتهم قال ثوبان راو الحديث رضي الله عنه يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم كان الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمور عن الشر ومباطنه وفتنه حتى لا يقعون في هذا الأمر فقال نسلم إما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم يعني مسلمين وعاقكم أغاربكم ويأخذون من الليل كما تأخذون أحيان صلون ويأخذون من الليل ولكنهم وهنا الشاهد ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها بين وبين ناس يعمل صالحات لكن بين وبين بين نفسه انتهك يتجسر على محارم الله أين خشة الله سبحانه وتعالى أين مراغبة الله سبحانه وتعالى أين نضى الله سبحانه وتعالى إذا لم ترى الناس في هذا الأمر ولذلك قال ابن جوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر قال حذر الحذر من الذنوب خصوصا ذنوب الخلوات فإن المبارز لله تعالى تسقط العب من عينه يعني هذا الذنوب تسقط العب من عين الله سبحانه بعدما كان الله يظل إليك بجلال ومحبة صغطت من عين الله وإذا صغطت فأي وعد انتهلك به بعد ذلك قال وأصرف ما بينك وبينه في السر وقد أصلح الله لك أحوال علانية يعني لا تتهك حرمات الله إذا خلوتها بمحارب الله انتهكوها يكفي يا إخوان أن الإنسان هذا الجبال تذهب هباء من ثورة عمره يتعب ويحصل عليها الحسنى ثم تكون هباء من ثورة وعي شديد وعظيم في هذا الأمر ولذلك الله سبحانه وتعالى أعلم السر وأخفر لو كان يعلم الإنسان الله يعلم السر وأخفر ما أقدم عن هذا الفعل في الذنوب والمعاصي في هذا الأمر ومن ذنوب المعاصي أو الخلوات من ذنوب الخلوات التي لا يفتطن لها كثير من الناس الحسد الحسد كما أقول يعني أن الناس لا تحاسدوا ولا تباغضوا يعني دائما كان يشدد على هذا الأمر ما هو الحسد؟ الحسد أن تتمنى زوال نعمة عند غيرك بعكس الغبطة الغبطة أن يكون عندك نعمة مثل ما عند غيرك في الأمر ولا تتمنى زوالهم فالمسلم دائما أخو المسلم ويؤثرون على أنفسهم خصاصة وأن الله سبحانه وتعالى أعطى الخيرات للناس وفرعهم فهذا بالمال وهذا بالولد وهذا يعني خيرات الله وزعها فما عندك لا يكون عند غيرك وما عند غيرك لا يكون عندك في الأمر هذا فلما هذا دار الله سبحانه وتعالى قدر الله مقادر الخلق قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف عام في هذا الأمر فالحسد اعتراض كأنه على قدر الله على فضل الله سبحانه وتعالى وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله قدرات والمواهب وزعها بين خلقه اكتشف نفسك وانظر إلى نفسك تجد عندك من الخيرات ملا عند غيرك والله فلما تحسد خيرك في الأمر هذا فالحسد من ذنوب الخلوات ما هو علاجها؟ أن الإنسان يجاهد نفسه ويدعون للناس الخير كما يدعون لنفسه في الأمر هذا وإذا إنسان دعا لمسلم أخيه ظاهر غيب قال الله وكله ملك يقول ولك مثله ولك مثله في هذا الأمر وواجب دائما يا إخوة أن يسارع دائما بالتوبة والاستغفار قال تعالى وتوبوا يقول يا عبادة الذين أصرفوا على أنفسهم لا تغنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وتوبوا إلى الله توبا لها نصوحا فالإنسان دائما مطالب أنه يقبل بالتوبة والاستغفار كلنا جميعا يا إخوة نذنب ولكن العبرة بالتوبة النصوح الإخلاص تقبل على الله سبحانه وتعالى أنك ما من المسلم قال له لو لم تذنبوا لأتى الله بأغوام يذنبون فيستغفر الله فاغفر الله لهم وهذا ميزة للإنسان المسلم دائما لكن لا يتعمد ولا يستمر في المعاصي المعاصي مهلكة يا إخوة بالدنيا والآخر نسأل الله العفو والعافية يا أيها الذين أمستجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول هلاك والله يا إخوان كم الناس يشغى ويتعى بهم وغم بسبب هذه الذنوب والله يمهلك الإنسان في الدنيا والآخرة نسأل الله العفو والعافية ومن أعرض عن ذكري فإنه لو مائشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وتكنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا وكاذك اليوم تنسى فكما أنه نسى الله سبحانه وتعالى فالله ينساه يوم القيامة طيب ما هو المخرج من ذنوب الخلوات استشعار عظمة الله مراقبته وأن الله معك ما يكن نجوة ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا سوادسهم إلا أنه قال ولا أكثر إلا هو معه استشعار أن الله يراك ليلة النهار وطلع عليك سبحانه وتعالى وبذاك يدفع الإنسان للتوبة في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك قال لله أشد وفرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا على راحلة على بعيره بأرض فلا فانفلت منه هذه الراحلة وعليها طعامه وشرابه مزاده كله يعني في الأمر فآيس من بحث عمال القهام فجلسه تحت شجرة فالطجع في ظلها قد آيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها غائمة على غائمة على عنده فأخذ بخطامها ثم قال مش جدة فرحي الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ مش جدة الفرح فالله سبحانه وتعالى يا إخوة يفرح بتوبة العباد ولا يعني يأس الإنسان مهما بلغ من الذنوب سواء كان صغيرة وكبيرة فأنت أمام رب الرحيم اللطيف سبحانه وتعالى يدعونا دائما يعني أن الله يعني يستحي أن يرفع يديه المسلم يقول أن يستحي يرده صفراء والله ترفع له يعني الليل والنهار والنهار إلى الليل ثم ينظر في طباءة يعني في صحائف العباد ويعني يغفر لهم إذا طلبوا المغفرة فيهم وسبل المغفرة كثيرة جدا منها المداومة على الصلاة منها الصيام التطوع منها الصدقات منها كف الأذى عن الناس يقول الله الحمد يعني مشارب وأنواع كثيرة جدا لأن الله فتح لك باب التوبة في هذا الأمر فلما العجز لما اليأس من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله في الأمر هذا أقبل يقول الله لك أقبل فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل في الأمر اليوم صندوق تضع فيه أي شيء أعمال في الأمر هذا إنما يا عبادي إنما هي أحصيها لكم الله يحصيها لكم فمن من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لا تنومن إلا نفسك يوم القيام في الأمر هذا لأن الله دعاك ثم دعاك وأنت الآن بأتم الصحة العافية والله الحمد في هذا الدنيا ونحن في حقبة من حقبة التاريخ فالله سبحانه وتعالى منذ بدء الخليقة ومنذ آدم أي السلام أرسل الله رسل وأنزل الكتب وحيا من حيا الإيمان ومات على المعاصمة الذنوب نسأل الله العفو والعافية ونحن في هذا الفترة الحقبة الزمنية إنما هي أعمار بسيطة أعمار أمة بين السبعين والثمانين لا يتجاوز هذا الأمر في هذا الأمر وكما أنتغل غيرنا في هذا الأمر والمرجأي الله سبحانه وتعالى يعمل لدنياك لا تنسى نصيبكم الدنيا لكن استشعر عظمة الله سبحانه وتعالى قم بأوامر الله انتهي عن نواه الله سبحانه وتعالى وابشرب الخيث في الدنيا والآخرة ومن يتغي الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث ولا يحتسب في الأمر هذا والله سبحانه وبارك بأعمار العباد الصالحين منهم في هذا الأمر قد يكون إنسان يسأل كيف ننتخلص من هذه الذنوب والمعاصي أولاً يعني قلل من جوز خالياً إذا إنسان دائماً وجد نفسه أنه يقبل على ذنوب يعني خلوات هذا الذنوب حتى يعني لا يجل فاضياً حتى يسد مداخل الشيطان في هذا الأمر كذاك التي جاء الله تعالى اللهم عني أعيد ذكرك وشكرك وحسن عبادك كما جاء في حديث سلم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة في الحضور والقيام ومنها دعاء رسلم اللهم اغفر لي ذنبه كله دقه وجله وأوله وأخره وعالي وعلانيته وسره حديث رواه مسلم قال علانية والسر في هذا الأمر كذلك منجاهة النفس والذين جاهدوا فيه الأنهدي وإنهم سبلنا ودفع الوسوسة ومحاولة تسكيتها ومعرفة هذه الأوقات المحسوبة عليك ما يلفظ من قول لديه رغيب وعتيد ملك يميك وشمالك يسجل عليك الحسنات والسيئات كذلك منها علم أن الله ستر عليك مرة مرأتين لكن إذا سمرت بمعاصر الله يفضح سريرتك في الأمر هذا ويبطيهم فإن الله سبحانه وتعالى مكر بالعصاة والمستمرين على يعني غضب الله سبحانه وتعالى أفأمنوا مكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون كذلك عود نفسك دائما مبادرة بالتوبة الاستغفار والله إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة استغفر الله سبحانه وتعوب في الأمر هذا وعود عفسك على الاستغفار والتوبة على الأمر هذا كذلك ترك ذنوب السر والمجاهدتها والأمر تعويده يا إخوة إذا إنسان تعود على الطاعات في السر والعلان تعود أهل إذا تعود على أنه يعمل في الطاعات في العلانية وكذلك يختلي بها في السر يتعود عليها وسأل الله دائما التوفيق والسداد والعون منه سبحانه وتعالله لاتجأ لي دائما أولا وأخير نسأل الله سبحانه وتعالله وإياكم نعين على ذكري وشكري وحسن عبادته وصلي الله وسلم على بينا محمد شكرا للمسا الله أهلا تفضل ما هي فوصفة أعتادة من ضمن الليما بين شفاء سيديو ومشاهده طمج له في الجنة نعم تكون ممكن من أصعب الذنوب اللي لديه وأكبرها ذنبا يعني مو تكون من الكبارة الغيبة والنميمة نعم فإذا كنت نصيحة أو كلمة اكتصر عن كيف يلقل عنها قد يصعب تخصم عليها مهاري الحديث الصحيح قال من يضمن المين بما بين لحييهم ونكبيه أضمن له الجنة لأن حقيقة تتأتل معاصم شيئين بين لحييين اللي هي يعني لسان الإنسان وهل يكبل الناس على مناخ خيرهم إلا حصائل أسنتهم وآفة اللسان عظيمة مهما تفضل الشيخ الغيبة والنميمة والسب والفحش ليس المهم بالطعان واللعان والفاحش والبذيء يمسك إنسان لسانه في الأمر هذا ويقول السلف الصالح كنا نجاهد أنفسنا أكثر من نجاهد أعمالنا لسان في الأمر هذا يكبر الناس على حظ يعني على أسنتهم في الأمر هذا الأمر عظيم وكم تفرغت من المجتمعات وأسر وقتل بسبب هذا اللسان قال لا قدر كان عمر الخطار يمسك لسانه فقال هذا الذي أوردني الموارد يعني المهارك يقول في الأمر هذا فيظن الإنسان وراقب لسانه ولا يتركه يعني ولا يترك له يعني السبيل يتكلم بكل كلمة ما لهذا الكتاب لا يغالص صغيرة ولا كبير لا أحصاها في الأمر هذا الأمر الثاني ما بين منكر يعني لحيه يعني يقصد أن نعوذ بالله الزنا والشهوات وغيرها في الأمر هذا والزنا مورده ومهلكه عظيم جداً في الأمر هذا الله سبحانه تعود به وفاعله جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أسيبه قال مرثت على ناس عذبون عرات لساء ورجال أعلاه ضيق وأسفله واسع فإذا أتتم النار ضجه ويريدوا يخرجوا ما يستطيعهم فقلت يجب من هؤلاء قال هؤلاء الزواني وزونات في الأمر هذا ولا تغربوا الزنا إنه كان فاحشة وسائل سبيلا أمره عظيم جداً فالذي يمسك لسانه وكذلك يعني ما بين خفخذيها الله سبحانه يضمنه الجنة في الأمر هذا فالأمر عظيم جداً يا إخوة فيسهد إنسان على بركم الله من لسانه من عوذ بالله لا يمشي إلى معاصي لا يعني يتدثر بها ما الذي ينظر الإنسان يا إخوة إنسان يفتعد من معاصي يعني الموفق منوفقه الله الإنسان يا إخوة والله يسطط الإنسان يعيش حياته بأحسن عيشه ولله الحمد بدون معاصي هل إنسان يعيش حياة سعيدة إلا بمعاصي يستحيل الله سبحانه وتعالي الياه الذي يستجيب ولله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم سماه حيات عبدالله بن مسعود يقول رضي الله ويقول والله نحن في سعادة أو راحة لو يعلمون ما فيها ما نحن فيها لا جاء لدون عليه بالسيف في الأمر هذا سعادة راحة السعادة يا إخوة من بعه القلب من بعه من هون يعني من هذا القلب ليس من الذي حولك يعني الأموال وكذلك الأولاد والفرش الوثير وغيرها والمراكب وغيرها صحيح قد تكون لكنها مؤقتة السعادة حقيقية الراحة النفسية ولا تكون إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى لا تكون أبدا إلا باستشعار عظمة الله وطاعته والإخبات له فنسأل الله نحن وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادته جزاك الله خير